قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية محمود محدين أن نحو 100 دولة نامية تتعرض لمشكلات بسبب التعامل مع المدينية الخارجية وأشار محدين إلى أن 6 دول طلبت إعادة الهيكلة وإسعافها من مشاق العقبات التي تواجهها في التعامل مع المدينية العامل المهم أيضا هو الاستثمارات المطلوبة ليس فقط في البنية الأساسية التقليدية ولكن البنية الأساسية التكنولوجية كل هذا يحتاج ثلاث حاجات نحن نكلمنا على استثمار رأسم البشري وبنية أساسية وتكنولوجية وتمتيل المجتمع والاقتصاد ضد الصدمات هذا يحتاج ثلاث حاجات أول حاجة أنك تمنع الأذى بأن هذه المدينيات المتراكمة التي تتعرض لها عدد كبير جدا من البلدان العالم وفقا لتقدير الأمم المتحدة أن هناك 100 دولة نامية تتعرض لمشكلات متفاوتة في عمقها وحدتها حول موضوع التعامل مع المدينية الخارجية يجب منع تفاقم هذه الأزمة ولا نجد أعداد أكبر من الدول حتى الآن هناك حوالي 6 دول نامية طلبت أعادة الهيكلة وإصعافها من مشاق والعقبات التي توجهها في التعامل مع المدينية ترجمة نانسي قنقر